موسيقى موسيقى حياكم الله صديقات والأصدقاء وحلقة أخرى من صالة علي وجيه واستئناف للرحلة الساحرة مع أستاذنا المعماري والأكاديمي الأستاذ موفق الطائي حياك الله أستاذنا تعبناك تعبناك ويانا وانسا اليوم شوي في هذه الحلقة نسوي كاحا العمارة والسياسة من يصنع الآخر؟ من يؤثر في الآخر؟ من يسير الآخر؟ الرئيس؟ الملك؟ الخليفة؟ الذي يقرر أن تنشأ المدينة بهذه الطريقة؟ أم أن المدينة ربما تصنع أنساقها السياسية؟ وبيانات الاقتصاد شي سوي؟ أنت مهتم جداً بالنسق السياسي في العمارة والنسق المعماري في السياسة وهي مقاربة بها منطق وبها غرابة أيضاً تتفقوا إياي؟ تتفقوا إياي أنه بها منطق وبها غرابة بذات الوقت؟ في الواقع الشي اللي ربما راح تستغرب منه أن العمارة والسياسة هو شيء واحد شيء واحد؟ واحد يكمل الأخ أنت شون هي السياسة؟ السياسة وإن كان هي جاية من الساياس يقود الخيل لكن هي في الواقع إدارة الموارد المادية والإنسانية في ناس معينين هم اللي يقومون بهاي الواجب هذه كلمة السياسة لكن هذه العمليات هم فعاليات سلوكيات يعني الاجتماع هو السلوك الاقتصاد هو السلوك فتعدك اللي يديرون هذا السلوك هم السياسيين لكن اللي يحتوي هذا السلوك هي العمارة الوعاء فإذن الوعاء اللي لم السلوكيات اللي هي السياسة زي فأني ما أعتقد أكو في الاختلاف هو زي إنه إنه كيان واحد يعني مو كياني زي إنه ما كيان واحد تاريخ العمارة الآن حتى ما تقول فلان فترة وفلان فترة هي تاريخ السياسة يعني هس وفق هذا الفرشة اللي قدمتها حضرتك يعني عندنا عمارة احتلال بريطاني وعدنا عمارة ملكية بعدنا عمارة جمهورية بعدين عمارة ديكتاتورية وعمارة فوضة وعدنا العمارة الوطية وعمارة اليونانية لا لا أقصد على المئة سنة العراقية بس قضي يعني من هاي أنه كل الصعب بنيويا يعني ذا أقصد كل الصعب أن تفصل بين العمارة والبناية العمارة والبناية العفو العمارة والسياسة نهائيا تكاد تكون مستحيلة زي خلي نسولف شوي بالعمارة الملكية العمارة الملكية في الواقع احنا العمارة الملكية ينتاج إلى تراكمات أيضا للعمارة السابقة يعني العمارة السابقة في الواقع حتى نكون دقيقين أنه عمارة الحداثة أني موجودة احنا بدأت بنيجي التجارة التجارة يعني بعد أن نهاية العصر العثباني زي ضعفة الضعفة والعثبانيين نعم دولة الرجل المريض انفتح اي اضطروا أن يصدرون يصدرون أشياء يحتاجون الخارج زي حتى يجيبوهم نعم فالتصدير إلى الخارج اشتبع انه تستورد من عندهم لأن الماطر هي سائدة فبالنتيجة التصدير احنا تبعده لأسلوب الألماني عكس ما نعتقد أنه هذا أسلوب الإنجليزي لأسلوب الإنجليزي يجي بعد الأسلوب الألماني بعده لأنه بالبداية اعتقد علي الورد يأكد أنه الشخصية العراقية صارت بنهاية العصر العثماني هذا وكذا أيضا العمارة العمارة العراقية صارت هي الشخصية العراقية صارت من بعد العصر العثماني النهايته انفتح انفتحة التجارة بعد يعني صار صار هذا من انقلاب الكبير بالانفتاح الكبير مال آتا تورك وغيرها طبيعي هو ما يخلو من قسوة يعني مقابيل تعصم الديني اللي كانت عليها العمارة تركية اجي تماما النقيب مال يعني الدينية قابلتها استبداد نعم وجزء من الاستبداد هو فرض انماط من العمارة نعم فاستبد أتا تورك وغيرها وفرض النماط الألماني على من على الانبراط دورية العثمانية بيوصفها عمارة علمانية باي يعني قلتك عمارة علمانية بعد الجامع والقبة والهذه ما نحتاجها احنا بالنسبة اننا لحق نسرة زيان فلذلك عمارتنا المحلية الحاليا من القشلة الى هاي المباني اللي احنا نعتبره تراث تراث العثماني نعم تراث العثماني تراث ما يقل عن العمارة الإنجليزية اللي هجتي بعديا اها واكبر دليل على ذلك هاي البنائي اللي بصفك محطات القطار المحطة العالمية محطة القطار تركاظم بين المباني القشلة المبنى اللي قدام القشلة مال كتك ضابطي الرشيدية هذي مباني مباني مهمة حتى الى درجة انه سنان ايجي اشتار عدنا معمار سنان طب هي عدة ثلاث بنايات عدنا خوش معلومة الحضرة القادرية قبه مالحضرة القادرية قبه مالبابي الشيخ وجامع كبير هاي نقطة وين كان جانبية سنان تبرك بكربلة قبل ان يروح البناية يبني بنايته اجي اقام هنا سوى اشياء راح عاشي بكربلة تدري هذي الصفيين صح ويلا قال هسه هتوكل على الله وسوي السليمانية القصد من الحديث شنو احنا تأثرنا بمن بنهايات العصر العثباني اللي اثرت بنا طيب لكن كانت ضعيفة واهنة التجارة بدت تجارة الهند الغربية انا اجتي شركة الهند الغربية تقريبا هي بصنعات العراق اجتي السفن محملة باشياء واشياء متطورة جدا فكانت توقف بالضبط بشرع النهر عكس ما الناس تعتقد تدريح على بناء بغداد الحديثة كما اعرفها وتعرفها انت عكس ما يعتقدون الناس انه شارع رشيد اول شارع بغداد نعم لعد شارع النهر اول شارع واجمل واجمل من شارع رشيد من شارع رشيد اللي كان كئيب ومفلش كل العوقات التجارة وين اجدتي اجوا بيت لنج وين بيت لنج اذهب ميناء على الشارع من تجي طبيعي اجدتينا منه اجدتي اول عمارة عمارة بيت لنج عمارة ابها طيب الى حد الآن تشوفها موجودة ابها البناية مالتها الاكبر هي ما باقي منها دي بعدين صارت تحقيقات جنائية هي ميناء بدينها بسكيل جديد ببناء جديد بدى النمط البريطاني بهالإثناء صار السفارات بدت تتغالب منو يسوي بناء احلى وافضل واشهر والأكبر والأحسن طيب وصرة من السفارات طبيعي اكبر هنا ابو ناجي ابو ناجي طبعا ابو ناجي كانت السفارة مالت لي هدثة المتحف المتحف الموسيقى الحالية من الضخامة ما تتوقعها شك ذاك الوقت الناس ببهرت او كويتي بنايات السبب هاي احنا بعد ليسوا ما صار احتلال اما الفرنسية الامريكية لا زارت موجودة لحد الان الروسية فصار مسابقة لانه التمظهر لل الpower صار بالسفارة صار بالسفارة فاذا صار السفارات بدت بشرع النهر التمظهر الثاني اللي ايجانا بالفنادق لذول من يجون فنادق ابوها بحيث للخمسينات بقد تشتغر بشكل جيد وين هذا نصار على شرع النهر كلين واحد دور السفارة الروسية السفارة العلمانية بعدين السفارة البريطانية بعدين فعينة السفارة تدري الناس من تجي وتنبهر تبدي تتأثر بالبناء وتتغير فاجأوا الانجليز طبيعي الانجليز احنا يعني نقطة مهمة الحداثة بالخارج من تقول كلمة حديث تقصد بي اي منتوج يجو ورى الثورة الصناعية هذا ما تقول نعم زيان احنا مو مرنا بثورة الصناعية العراق مر بتجارة احنا دخلنا للحديث عن طريق التجارة مو مو عن طريق للصناعة ولا الزراعة ولا اي شي فكانت منتجات الصين اجيب لك مثل طريب جدا انه كانت البواخر تبيع النفائس علينا نعم احنا طبيعي منتجين جيدين الى الحنطة فاو النوبة الذب الانتاج مالها من كراثي الى اثاث الى هذان الاشياء اللي بدت الطبقة الجديدة اللي انتاج جدا وفير حتى خيل احنا نصدر خيل ونصدر جلود شوفوا الارستقراطية العراقية وعرامة جلود حاليا بيات البغدادي بيات الوتار بها البيوتات الكبيرة هي جلود جلود كانت الجلود العراقية ارقى الجلود طبيعي اضافة الشعير العراقي هو ارقى من اي شعير بالعالم فالتفيلة شو تسوي الذب منتوج هاوين يم بيت لنج هذا المنتوج اللي هي الارتفاكس اللي جايبتها من الهند الديور من الديور تروح على باب السيف السيف يجمع شكو حنطة بالعراق فتتحمل الباخرة من من باب السيف يعني باوع لذلك شوفوا هنا صارت قهوة معينة اللي هي قهوة تجار نعم وهناك الجهة الثانية قهوة البيروتي هناك فالنقطة فالنقطة انه اندخل نوعية الانجليز الانجليز عندهم طبيعة الموت جديدة هي عندهم كتب قايد وعينة تجوية الجيش قايد سؤلفنا بها بالحلقة الماضية طيب من يريدون في ما يسمون الامبراطورية والعمارة الامبراطورية والعمارة الامبراطورية سؤلفنا بها دكتور بذيتش الحلقة وطبعا هاي اكون مشكلة تتسويني موخوش مقدم برامج كل شي احب اسمعك فما جاي اقاضعك خلي نفترض انه الهوية العراقية في العمارة بدأت تتشكل في العهد الملكي اكيد اكيد زين هو اصلا احنا عدنا هوية عراقية للعمارة لو احنا عدنا تداخل خطوط عديدة بين العمارة بتاريخ البشرية والعمارة الاسلامية والعمارة الحديثة وعمارة عمارة ما بعد الحداثة يعني نقدر نقول ثمة نمط عراقي واضح في العمارة اكيد هذا ينطلق من الماتريل من المادة المستخدمة لا مشكلة من الفكر الفكر شنو الفكر العراقي فكر السياسي السياسي سببه مو متريل يعني انت مو الا تسوي طابق يلا تسوي عمارة عراقية ولا الا تسوي قوس مدببي يلا تسوي عمارة عراقية لا هناك من الحداثة ما تفهمني بالنادي الأوروبي بقوت ما بلاقش ولا شفقين لكن أبو العمارة العراقية هو نواة العمارة العراقية لحدة ما يلي أن الوعي السياسي الذي موجود لدى العراق طيب رهيب وما يملك أي وعي بالمنطقة نهائيا يعني الإنجليز من إجوي جوي غير كانت غردية لهم صادفه وعي كبير وعي سياسي كبير فمن إجا الملك في أصر سوى أول عمارة رائعة وعظيمة ولا زالت الحد الآن موجودة هي ريرادي يسوي جامعة ما صايرة بالمنطقة وهي جامعة آل البيت وهي دار المعلمي العالية هاي بالأصل عشرة منها عشرة وحدة بصف واللق مجمع كامل ودز على أرقى واحد يعني إحنا كنا أو نية الملك في أصر كان أن يسوي فباع العمارة الآن إذا تقول لي العمارة مثارين مثارين عمارة أنه العراق امتصر أجنبي وخليها يشتور مثل مريب والثاني والعراقي اللي شاف الأجنبي إلا سوي حسن منه هذا الصراء هذا الصراء خبات وجود يعني مو معناته سيئة هذا الأول من المهنية فائقة والثاني عدة دافع الفائق تتلاحب شلو التباين اسمح لي دكتور نروح فاصل سريع نستأنف كلامنا عزانا فاصل سريع ونواصل اشتركوا في القناة حياكم الله وهذه عودة مع أستاذنا الأستاذ موفق الطائل المعماري والأكاديمي أستاذنا ختمنا يعني البارت الماضي بالحديث عن جامعة آل البيئة اللي هي دار المعلمين العالية وقصر الملك فيها صنع الأول اللي أعتبر فالشي إن شاء الله يعني تباوع الصور مالتم مهول بكل معنى الكلمة لكن الإنجليز زعلة وعلي هذا كان ناوي نية كبيرة كان ناوي نية من تباوع القصر اللي إليه من تباوع مشروع آل البيت من تباوع المشاريع اللي موجودة ما الواحد يعيش بالخيال لكن اللي حدث سياسة مو الله أخرى اللي حدث أنه رادوا يفشلون ملك في أصر لأنه وهي لما نتمر وهو كان نية كبيرة فبعدين جروا إذنه جرى قوية أول شي القصر ماله ما ثوه شراحه نفس البناء اللي هم محضرين لها ثووا بيها ميناء البصرة لأن نفس الميناء البصرة كان المفروض يصير قصر عشق بنفس التصميم ننجليز صارت عدمرة فعل قوية ضد فيها صار لأن الشخصية العراقية تبلورت هنا ماذا تسألني إيش وقت صارت الشخصية العراقية الشخصية العراقية بدت بزمان العثمانيين لكن تبلورت وإن ملك في أصر مو بس بالعمارة بالعمارة والسياسة السياسة والعمارة شيء واحد لا حتى بالتشكيل ربما بالضبط اللي إجا ضباط اللي كان عبدالقادر رسال عبدالقادر ومدفعي وغيره وغيره فالنقطة وين إحنا دريح شيء سن مخاب نقطة المخاب طيل يعني بعدنا بنقطة المخاب بعد مصير الجدحة ويايا اللي إحنا غالما ما نسميهم عمارة الأوائل العراقيين الأوائل أحمد مختار أحمد مختار محمد مكية جعفر علاوي متحد مطنون شوث منامك هذول يا أخي أنت تجيك بالثلاثينيات مجموعة دارث بأرقى جامعة بالعالم بليفربول هذول الشي سهول بليفربول هذول شي سهول صح يعني نما إحنا أذكر في النحجاية القحطان مدفعي من يحتي على فراك لايد رايد يقول يتوين أوبرا فراك لايد رايد ونحن ما حدنا غير أخضير يا أمو عزيز يعني العمارة أفقها وأحلامها تفوق ما ممكن أن تتخيله مثلا أرجع على نادي الأولمبي نادي الأولمبي لماذا كان نادي الأولمبي لأش كان مجمع مدينة رياضية تبدأ من النادي الأولمبي إلى هذا الشارع حسن محمد القاسم مجمع رهيب إذا تشوف التصاميم ما لها تقول هاي شنو إذا تشوف التصاميم ما الجامعة تهان البيت ما تصدق زين عشر جامعات لكن الإنجليز باو عبدت السياسة سووا مكتب هنانا هاي مهمة سووا مكتب المعمار العراقي طيب عدك دولة تتنبني فتريد صرفيات بكل مكان تريد دوائر بريد تريد 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 بناء هذا البناء لابن يكون مجمع يعني مجمع مجمع مون معماري الشي عجبة يقدر يصير لازم معماري أكو من ينفذ هذا الحلم اللي موجود ولازم البناء يصير عملية درجة أولى مو مالونسة مو مالونسة عملية لازم محطات قطار مطار كذا عملية فسووا لها مكتب اسمه مكتب البيعمار العراقي في أي سنة هذا اللي صار حدود بداية الالتلاثين أوكي وتموهم معماري الدولة الثلاثين المرح ذولة اثنين اثنين جاءوا وفض واحد أساسا هو كان نص معماري من ذلك الوقت علموه شوي من رحم باري اسمه فويا فريق من العاملين المنفذين عراقيين والأسطوات وهلون هذول بنوا لك العراق 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 أي محافظة روح أي بلدية أي مدنة وظيفية درجة أودة لا بل بنوا القصور الملكية يعني قصر الكوفر بعدين يجي سوى قصر الزهور طيل هنا الحفيظة المار العراقي صعد عدة الحمية صعدت عدة الحمية وخصوصا جعفر علاوي راح قلن الملك اللي تحت تلك هذول اللي جايبهم زر غيرهم ترى احنا نفصل عشرة من كل واحد منهم احنا جايين من جامعات رصينة وعظيمة وبعدين يلا استنموا جعفر علاوي استنم المدارس محمد بكية استنم فنادق وبيوت وهذه مدحت مظلوم قسم من البناية بس مدحت مظلوم سياسي كتر من ما يجي يوم 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 الكلب شبي ردت اسأل دكتور حتى ننتقل للعمارة الجمهورية عمارة عبد كريم قاسم ما يعني صار بتر في كل شيء ربما بين العهدين الجمهوري والملكي إلا العمارة ظلت شغالة صح بما في الواقع لو ما صار بتر لا أبدا أبدا أنت تريد تبدي دولة تريد تصير هابا مو دولة هابا هابا ما يسوي الكياها أبو شراوية ولي يسوي نجأوا إلى طاقم من المعمارين أعلى خمسة بالعالم طيب دودويك فرادوا مركز المدينة لابين المحكمة محكمة دولة دولة فقبل الثورة أيام استدعوا الطاقم الأصلي فرانك لويد راي لوكو فيزي دودويك بونتي هذول كل هذول فنشوري أيضا لا فنشوري وزمان صدق هم دائما خمسة الكبار في مراحل اشتغلوا تصاميم مالتهم وفرانك لويد رات تعرف القصة مالته ومن الحابب الطريب الهدم في العجال فرانك لويد رايت إنسان كل الصعب فإجي جاب الملك فهو ماذا يصعد فوق شوف جزيرة الخناظير هو بدا ذيب غير مكان يتسوي لش اسمه فوين وصل يعني شفت بكتاب على جواه أول ما طبي يمن ملك فدائما يدقون كل دقات جلالة الملك فيصر الثاني ملك العراق عرفت شفت شفت اعتزازا بنفسه هذا الطاقم يعني كان قمة الحداثة شوفوا الطاقم الإنجليزي اللي عندك انتقائي يعني يلقط من التاريخ هذولة هم الحداثة هم كمان كل واحد من ذولة دودوك هو رئيس لأحد رؤوس الحداثة بشكل يختلف عن الله وكل واحد شان دودوك أعلى واحد من مباني الإدارية بالمباني الفنية ألظر ألتو ومما التصاميم اللي سواها هي غالري سواها مدرجة يش يش هكو واحد يسوا مدرجة قال بغداد حلوة أريد الناس يصعدهم فوق بس بغداد فالبناية مدرجة يعني هذولة الطاقم جتي ثورة تموز لازم دعرف أنه الميزانية مال الدولة طاعفت عشر مرات عشر مرات مو واحد مو اثنين عشر فكانت تصميم جامعة بغداد لألف طالب صارت خمسة آلاف صارت خمسة آلاف صارت خمسة آلاف صارت خمسة آلاف سؤلفنا بها هاي صارت الأهم من هذا وين الأهم من هاي البناية يعني أنا داربط لك بيد هذان البنايات نبفذت بشكل يختلف طيب المالة لوكو بيزي لوكو بيزي بناية غيرة هيش مدروا وين هنانا يم منطقة بالضبط يم قاعة المؤتمرات أو المجلس النواب الحالي نعم فتشم قاعة من اجتب الثورة كيف نلاعني احنا ريد مدينة مدينة رياضية هاي البناية اللي زغيرون اللي قاعة الشعب دا المخطط اللي كان موجود من يم نصف الشهيد وإلى أحد اللحظة هو ملك هاي من نصف الشهيد إلى يم القاعة المغلقة نعم هاي مدينة رياضية ليش مدينة رياضية لأنه بالواحد والستين كان المفروض يصير عندنا الأورمبيات العالمية واو إن من جابوا جابوا فهمي أبراءة فهمي الحالية جد 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 كان قبل أول عضو باللجنة العلمبية فصار وزير الحديث هاي المرحلة الانتقاله النيات دا أفرضها جيدة جد الثانيين لكن أنا أحلم ومعندي شاب فلس جد وين وين إجاني رأسا بصائط الله بصائط أبو زهاء محمد حديد جابنا قانون رقم 80 ورأسا قاعدنا من الصبح بزاينيتنا 10 نوبات أكثر من هذي لابن مو عشر نوبات 20 نوبة ليش دينار العراقي كان بمن مرتبط بالاسترليني أي باللجنة يوم شغلة إبراهيم كوبا هاي غير نفكين من الاسترليني ويقمز لك الدينار العراقي ضعف وبوقت الحد الثمانينات دينار العراقي صارت 20 طاول إذن بيزانيتك صارت 20 نوب 20 ضعف هاي وحدة صارت عندنا منافسات بين الدول قبل إذا الشركة البريطانية تطيني هنقل ما أقدر أروح على غير المكان هذولة بدت منافسات أوروبا الشرقية تجي له طيب فالشيء ذولة اللي يقولون عليهم واحد يتوو بحشر التعر إذن من يجينا العهد الجمهوري النواتات بالتنعم وبكل صدق أقولها من الأول ملكية ملكية هو أنا ردت أعرف أبو العملية منه كان حسن فتحي هذا المظلوم اللي ما حد يدري به أنه هو يشتغل عندنا أكثر من ما يشتغل بمصر المن جابه جابه دوكس يادس طبيعا كل من كانوا يحشون الأعلى ماكو الثاني الأول من الأول فالأول في مجال الإسكان كان دوكس يادس هو يشتغل لك أوروبا ومشهور دوكس يادس قل لرجال أنا أوروبا على رأسي بس عمارة محبلية وعي بيون فيحتاج عربي ومطيني بروغرام مال بناء العراق فبدأ لتجربة مننا ومننا بالتجاربة طيب هاي التجربة الآن تدرس الآن تدرس لكن ما حد يدري بأول مكان طبقت بالعراق يسموه وحدة اللوب أن يسوي بناية وتخلي هو أبو العاني يكملها مو أنت تكمل لكل شي هالشي كي شانت مدينة الثورة يطوك صالة ويطوك دبل طابوك ويقول لك روح ابني أنت بالنتيجة تسويت ويخلونك مدرسة مال تعليم مال بناء على صفحة بالنتيجة أنت وراء ما خلصت بيتك صرت خلفة قل لي إلى حد الآن الطيني أي واحد مو من مدينة الصدر من ذاك اليوم بدت النوات مال العراق خلي نروح فاصل سريع ونرجع أعزانا فاصل سريع ونواصل موسيقى حياكم الله وهذه عودة مع الأستاذ موفق الطائل المعمار والأكاديمي الرواد هل هم ثمرة العهد الجمهوري أم بدون منازع أها نحن يعني نحن عن رفعة وقحطان وكل الباقين اللي موجودين نتاج عهد الجمهوري بهذه ليش أثاثا طبيعي نحن ما ننكر أنه جميع الرواد هم خرجين إنقلترا معده واحد مزال إنقلترا تتميز بحرفية العالية يعني أمريكا وغيرها هي مو كلش حرفية أحيانا يعني وألمانيا حرفية أكثر مما يجب عمارة عمارة الإنجليزية نرجع على السياسة عمارة براغماتية بالضبط يعلمونا إحنا من جن الطلاب صير براغماتيين اللي هي المفردة السياسية مو طعا عمارة براغماتية بإمتياج بس وشلون عمارة براغماتية يعني على قد الوظيفة لا أنت ما مو ما تشتهي آي ما ممكن أن يصير آها معطيات الواقع اللي موجودة هي اللي تبطيك اللي موجودة فاللي حدث شنو هذول إجوي وبوجههم انفتحت هاي الميزانية وبوجههم العراق صار ثري نعم وطلع على ما نسمي الآن العمارة العالمية مشهورة طيب فصار لهم سوق آني إذا ما يصير بسوق شي ثاني مثل ما يقول طبال والعرث لبنة زهن عبد الكريم قاسم إن من خله خله مستشار الأوحاد والأول وكل شي رفع تشاهد أرشي يعني عرفت كنون المنفذ منه المنفذ هشام المدفعي اللي الله يطول اللي يعمر لحد الآن الله يطول يحكي لي فد حجاية بزر دائبة هشام إلى عدن لابة يقول فدي يوم دزعوا علي آني دزعوا علي عبد الكريم قاسم وهذا صخام والطاب والبشاريع وكل هذه مال الإسكان مال دوكسي وغيره وهذه ويقول لي تعالي التسويها هذا عنده جحاف ما المهندسين كلهم راحوا إنجليز وسحبوا يقول لي تعالي التسويها الدافع هنا الدافع العراقي الدافع العراقي إنه إجت ثورة إجفت شي إلا نسوي الشي الحلو إلا نسوي الأعظم ونسوي بدون مقابل الجهد العراقي كان فائق ردت أسأل عن دور إحسان شيرزاد عظيم دورا لأنه ماذا يتم الحديث لا أكيد إحسان شايتك كلش مهم وين بذيش اللحظة صار ما نسمي إحنا يعني العمارة صارت لازم تنفذ مو من قبل واحد من قبل تيم فريق ورشة فريق أحيانا ما تعرف وين هذا فلان وين هذا فلان فمن تميز تميز رفعت زين من التكمال إحسان من نصب الحرية بظام بنتو عرف وين رفعت وين يعني قد شنو اثنين صاروا كأنه كيان واحد قبل يعني صار صار المعمل هو في الواقع اللي بدأ هاي الحركة هو غروبيس نعم أبو العمارة المتكاملة والتر بحيث قلهم أنا أول واحد راح أقول هاي مون مكتب مالتي هذا اسمتك جم لأنه أنا ما عرف وين أنا اشتغلت وهذا اللي حدث يعني رفعت شهذا بشي سوى تاك بوقت كلش متقدم وكثير من البنايات اللي موجودة للرواد شيف اشتركوا بيها اثنين ما اكو بناية الآن موجودة مثل العمارة مع الصفر طاس مشتركة دائما رفعت ويا عبدالله حسان قحطان ويا عبدالله حسان جعفار ويا مدر منو باوع باوع العقلية المتكابلية يعني هذا هذا فذر فإحنا ثارت عمارة الجمهورية الألطف من هذه كانت بعمارة بونتي بشي اسمه قوة التنفيذ العامي أنا اعتبر أسطورة للعراق وأبو البناء هو مقاول ما يعرف يقرأ ويكتب لكن إلى دور كبير في العمارة يمكن أكثر من أي مهندس بددي شنون جاب بونتي سوا بونتي أعلم العمار بالعالم وقال لا إلا نسويها إلا ننفث اللي هي بناية التخطيط الحالية نعم قالهم ما يجب ولا مقاول العراق عارض من عنده أحتن واحد مقاول هيك بس يبني بالناس قال هذا العاني يعني شو جيبوا لي آه أول يحكي هاي العنة ابن صبيقي يحكي عن العنة قال أريدك تأخذها قال يا آخذ أنا رجال عايش على بشارية وعلى قال يا آخذ قال تخاف من بعد هذا أبو عيون الزرق أحتن منك قولي إنت ش تريد قولي إنت ش تريد أنا أوفر لك آها أنا أجيب لك الفلوس أنا أجيب لك كل شي أنا أجيب لك هاي بس أخذها ونفذها أصور عراقي ينفذ وزارة التخطيط اللي إلى حد الآن قشاية من السيرامي كما وقع أنا اعتبر أسطورة طيب طريق بالقضية أنه كوبر يشتغل من نفس الوقت القطر الجمهوري كوبر كلاسيكي ومدل منه قل أنا أبقى كوبر أنت تريد تبقى على عيشتك تقوم ساعد العاني تشتغل السكن عنده يا عيني ساعده وتشرف عليه وتجيب له كوبر يشتغل هذا يشتغل عند العاني زين أصور أنا ما أريد يدركنا الوقت أريد أصل إلى عمارة هالعمارة طبيعية اللي سيطرت عمارة الرواد اللي موجودة اللي حدث أيضا سياسة سياسة العمارة سياسة العمارة من 63 اتتق عمرها اها انتهت مو من 80 لا من 80 عفو انتهت كعمارة هو منه منه اللي يسوي العمارة قاعد طان بالسجين محمد مكيا بالسجين رفعت بالسجين 63 خلقتهم رحمة الله حتى قاعد طار يقول قلول للي هو السوداي بشكل بيضة يقول فصلوني وطوعوني وخلوني بالدواجل فقمت أحلى بس بالبيضة تقصد الجامعة مع البيت منية فموارد أيضا ماكو ما موجودة تدري النفط ماكو الاسلوب إلى أن صار الانقلاب بي موجود صار أنا ثميها عمارة عدم للنحياز 1982 لا قبل عمارة عدم الحياز بدأت تحضير لها قبل أربع سنوات من 78 يعني المشاريع الجبارة أوكي الفنادق اللي عندك عدم للنحياز جامعة بغداد عدم للنحياز جامعة بغداد مبنت صور صمم مقروفيس بس مبنت بالشسمة حيفا يمكنها عدم للنحياز حيفا همينا حيفا عدم للنحياز ورح أقول لك الموتف شنو دي صار حيفا دي حتى الوفود قرروا أن يقومتوها بحيفا احنا بالتصميم بتدري شنسميها جلد البال الخيل لما لأوك عربانة الحن ديارة تسدها منها مننا أو اللي يخلي اللي يخلي اللي تراجع وزولية هي وراها أصخام الطام من مباني فقرروا نسوي الشارع حيفا حلو حتى ما يشوفون اللي موجودة وكان الوفود تفود مني هناك فشارع حيفا هو نتيجة عدم انحياز بامتياز أوكي أعرفت يعني شلون القرير سياسة سياسة عمارة سياسة هو شلون صدام من قل قالهم منوح سنة اثنين عندنا قالوا لمكي برا ورفعت بالسجن هي بهالإثناء الحادثة الطريفة الطبيعاني كنت ذاك الوقت أشتور مسائي زين وهي ربعة الثانية زين كلهم صارت عمارة عدم الانحياز نريد نصير امبراطورية نريد نصير احنا عظيمين زين شنون نصير عظيمين نستهوي جماعة عدم الانحياز يلا نصير عظيمين ولا واحد لأن العمارة هي الوحيدة اللي يتبين قيمتنا لذا العالم موشكة فمؤتمر عدم الحياز اللي بعد المصر مصر هو فايت تبس فإذن هي عمارة عدم الانحياز طبيعي لازم نجيب ناس فهذا الشيخ جابه أمين بغداد جزيل سمير الشيخ والقصص هي معروفة ويعني شبيرة اللي حدث مثل ما تفردت جلو حتى هشام المدفعي كان محكم بالعدام مو بس يعني هو المنفذ قدرت تم مهندسين حزب دعوة شو كلكم ماذا بيكم بالسجن وساحبين باسبورت أكو حق قدعة المثقف يعني هو لوش رفعة شادر شي جسم لأنه هذا مثقف ومدى يطيع مدى يخدمنا مدى يطيع عنا لسبب شخصي هو مثل ما هو يذكر بجدار بين ظلمتين يمكن مع محمد حفز الزبيدي مدروا منه فايت من يما ومن زعج من سنتين محمد مكية محكم سنتين محكوم موق يعني صدفة لا هذول شسم بس بهم واحد نجا هذا شوية ثكير ومهيم ما لا علامة ولي أخو مضلوم هذا نجا وحريب بأنه ما يهيش وليل طبيعي عشان معمار الدولة هو شام ونير نيمثل الدولة طيب تدري مقدم يحب مقدم يعني زين لعد دولة شنو شنو سر اهتمام الدكتاتوريات بالعمارة لهذه الدرجة لأنه يؤمن إيمان كامل يؤمن إيمان كامل هو مباقي زين اللي راح يبقى بيه جامع فلان هسه تشقد تحقد على أي خليفة قتل وذبح جامع عمر ابن الآخص زين فهو مقتنع بأنه الناس يعني ما راح يبقى فكرة قلقامش نفس فما كو غير فكرة قلقامش عفية بالضبط فعلا فعدم إيمانه وهي أكو فتكاتب رائع قال الحجر والصولجان العمارة يعني العمارة السياسة العمارة قبلة وهي الصولجان يعني تجي هم أضرب وهم أشهد شيء شبير هم أقصي أكون قاسي وأذي وأيضا أثوي الحجار اللي هي العبهة اللي هي المفروض للناس فعدم قناعتهم بوجودهم هذا يخلق عندهم شيء معين حقد حتى مثقفيهم حتى مثقف البعث طيب بعد ينقتالهم أي طبعا ما بقى وحد هؤلون مثقفيهم مو مثقفين غيرهم مو شيء شاذر طاقة ولا الباقين فأكو حقد أكو فهذا واحد كان بينانتني يقول الواحد بس يثير مثقف ما يثير بعد يبعد نتهي الطريف إنه حتى بالدائرة دي يشتغل بي وآنا تشتغل على الجامعة الدولة الكبيرة ومشاريع الدولة الكبرى وآنا تشت بيها معظم هم لو مسيحي لو أبو مختول لو أبو المدر منه واضطر أنه يجرعوهم أكو معلومة كلش غريبة وكلش صادمة قصور صدام في بغداد شكيت عفوا أكو معلومة صدمتني بيها أي عدد قصور صدام في بغداد فقط أي طبيعيا شكيت أربعمائية أربعمائية زيان ونوعي من قصر ومو قصر واحد قصر يسمو قيادي وقصر رئاسي يعني أعرف من ستة أو سبعة موجودات زيان موجودات يعني موجودات وحتى أحتفظ بصورنا النقطة الجوهرية دي يعني أريد أبينها بس بإيجاز أستاذنا لأنه بل لش الوقت يدركنا العمارة أنا سمي عمارة عدم للحيان هي عمارة مو الغرض منها إلا الأبها حتى ننظر من المدرشين هل أثناء أثناء مديبني دخلنا بإيران ما كان في مخيلتهم أنه إيران رح تستنزف نهل قد فلوس أه ولا هم ماشيين بيها طيب فكان كمنانات جزء من المشاريع اللي موجودة الآن راح عدم للحياة ما صار عدم للحياة الشعب يطب مرض فليش دعسوا عمارة اكتفى بإدارة الموارد لقصوره وللعاسته ولرغبة الشخصية أدرك أنا الوقت راح نختم الحلقة والروح لحلقة أنا شخصين منتظرها ساعة عن بغداد فخلنا نختم هاية حتى بعدين بعدها ساعة سأختمها وعدنا ساعة نرتاح شوية ونرجع لا هالساعة اللي خلطنا هاية هالساعة لا وشك أن أخلص راح أختمها من رخصتك إلى هنا تصل أو نصل إلى نهاية هذا الجزء من العمارة والسياسة مع الأستاذ موفق الطائي انتظرونا في حلقة مقبلة خاصة عن بغداد وفيها كثير من الكشوفات والحفريات تحياة في العدد والتقديم وإلى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة